ثمانية وثمانون حيا سكنيا عشوائيا في كربلاء لوحدها عدد كبير لا يمكن أن تتعامل معه السلطات المحلية التي تفتقر للإمكانات إذا ما ساعت لوضع حل لأزمة التجاوز السكني فبعد هدم عدد من دور العشوائيات عمدت حكومة كربلاء إلى إسكانهم في مخيم كارفانات النازحين الذي يفتقر لأبسط الخدمات كالماء والكهرباء فيما منعت عوائل أخرى من دخول المخيم لأسباب مشهولة بحسب المواطنين بديل الكارفانات لا تنسكن والله حتى تكرم حتى الحيوانات ما يسكن ورحنا هم رحنا ردنا هذا قالوا ماكو كارفانات نحن أهل كربلاء قال الله وكيلك جنسيتي بطاقتي كلها كربلاء وتهجموا عينها يشهد الله حتى ذلك أخشاء بظنشفها سحقوا بالشفرات قال هذاك ما طلعت اللحقة طلح من البيت الشارع الكربلاء انقسم بين مؤيد لحملة هدم البيوت العشوائية ومعارض لها حيث أن أحياء العشوائيات تتجاوز على شبكات الماء والكهرباء إلى جانب تشويهها لمنظر المناطق السكنية الرسمية وإشغال مساحات كبيرة خصصة ضمن التصميم الأساسي للمدينة لبناء مؤسسات صحية وتعليمية أو حدائق عامة ناشطون طالبوا بوضع قانون لحل الأزمة وتعويض من نفوسهم وولادتهم كربلاء بقطع سكنية ويعادة الآخرين إلى محافظاتهم ليتم تعويضهم أيضاً هذه الأعداد تؤثر بشكل مباشر على وضع المحافظة الاقتصادي الصحي الخدمات لأنها تستنزب من طاقة المحافظة قرابة 30% من طاقة المحافظة نائب محافظ كربلاء أشار إلى نزوح آلاف العوائل من محافظات مختلفة خلال فترات الانتخابات السابقة بإشراف جهات وشخصيات سياسية متنفذة مؤكداً إن حل أزمة العشوائيات لا بد أن يتم بقرارات من حكومة المركز كي لا يستغلها بعض السياسيين مرة أخرى وتكون مادة انتخابية للبعض مشكلتنا مشكلة حكومة مركزية لا يوجد بديل لكربلاء حالياً بالتصميم الأساسي لمحافظة كربلاء قطعة أرض واحدة لا يمكن تملكها داخل التصميم عدم وجود مساحات فارغة ضمن التصميم الأساس لمدينة كربلاء يجعل من تخصيص قطع أراضي سكنية للمتجاوزين أمراً مستحيلاً سيما وأن العديد من الشرائح الاجتماعية مستحقة لتلك القطع منذ سنوات ولم تحصل عليها بسبب الروتين للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلومة سياسية في جامعة نهرين قحطان الخفاجي أستاذ قحطان أهلا بك إلى نشرتنا برأيك لماذا تتعامل السلطات مع سكان العشوائيات من ناحية إسكانهم بازدواجية نتحدث عن الكرفالات حياك الله وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام الازدواجية وعدم المصداقية هي سيدة الموقف في العراق رسميا منذ 2003 لحد الآن العشوائيات بالذات هي أيضا قمة الازدواجية والازدواجية للرؤية العشوائية تنطلق من نقطتين أساسيتين أولا لماذا العشوائية وإن الحكومة من إنشاء العشوائيات في السنة الماضية الشيء الثاني إزالتها واجبة ولكن متى وكيف العكومة أنتعيها إذن المشكلة الكبرى أساس أنه غياب تخطيط الدولة غياب المراقبة الحقيقية الازدواجية في المعايير والرؤى كلها يجعل الحالة العراقية سيئة بما فيها العشوائيات التي هي من الأساس ظاهرة غير صحية وغير إيجابية ولكن إزالتها بهذه الآلية دون تخطيط منطقي للعراقي كعراقي يمتلك السكن وفق الدستور هنا الازدواجية الكبرى واضح أستاذ قحطان أيضا موضوع توقيت الإزالة اختيار هذا التوقيت جاء بالتزامن مع التحضيرات والحملات أنت تعلم هناك انتخابات محلية ستشهدها المحافظات هل برأيك أن هذا الموضوع سيستخدم ورقة أو دعايا انتخابية سواء مع الذين يؤيدون إزالة التجاوز أو ضد موضوع التجاوز أو إزالة التجاوزات بهذا الشكل دون وجود حلول هذه الازدواجية الحقيقية نعم هناك من دعم هذه العشويات عندما نشأت وسرق أصواتهم وتركهم في وضع يرتاله والآن جماعات تدعي الوطنية والتطور والحضارة تأخذ من إزالتها دالة لإيجابيتها وجماعات أخرى ضمن العملية السياسية تأخذ من المظلومية طبعا من قوسيا لهذا المجامع أيضا داعم إلى حملتها والآن سمعنا أنه إحدى الكتل السياسية قد تبرعت بعادة العشويات على حسابها الخاص لغض الكسب هذا العراق مشكلتها هي هذه أنه لا تحل القضية أقلانيا علميا دستوريا ولكن يتعاني معها سياسيا آنيا مصلحيا لذلك تبقى هذه المشكلة عالقة ولا تجلها حل وفعلا رسميا حكومة كربلاء التي جزئت وقسمت وقسمت تعاني هذه الحالة طيب ما هو الحل ما هو البديل يعني خصوصا مع إيقاف موضوع الإزالة الآن يعني معظم المحافظات أوقفت عملية الإزالة واقتصرتها على المحال وتجاوزات المحال التجارية وإلى آخره ما هو البديل برأيك يعني أعضاء في مفاوضية حقوق الإنسان اقترحوا إسكان سكان العشوائيات في مجمع بسماية هل من الممكن تطبيق هذا الموضوع أو هذا المقترح هل ستأخذ الحكومة هذا المقترح بعين الاعتبار أنا أساسا ضد العشوائيات وضد تحويل المناطق الزراعية التي هي رئة البغداد وبحضات إلى سكنية ولكن إذا ما أردنا أن نزيل العشوائيات بطريقة حضارية وكذا علينا التالي أولا نحاسب من سمح ببناء هذه المجامع واحد اثنين إزالة العشوائيات وسرقة العقارات من قبل رموز السلطة في بغداد عموم المحافظات اثنين تهيئة المساكل اللائقة واللازمة لكل مواطن عراقي سواء في هذه العشوائيات أو غيرها حتى يتم عملية تدبيرها الشيء الثالث البديل لحالة عائلة تبقى في الشارع مسألة غير منطقية بالمرة لا بد أن يهيئ البديل المنطقي ليس بظورة تعويضهم لأنهم قد تجاوزوا وشكلوا مخالفة نعم ولكن دستوريا وقاليا واصوليا الحكومة أن تهيئ لكل مواطن مسكن لائق منطقي هذه الخلال إذن حكومة هي المسؤولة الأساس إذن أقول لا أصلح للشارع العراقي ما لم تصلح العملية السياسية أو تغير أو تعدد تحديدا جدريا ولكن إذا ما تم حل هذا الموضوع كيف ستكون هذه التداعيات هل سيعاد الحديث عن موضوع الإزالة وسيشرعون بالإزالة بعد انتهاء الانتخابات برأيك انتهاء الانتخابات المحلية بما أن المعظم والكثير يظنون أنها ستستخدم ورقة أو دعايا انتخابية نعم ستستخدم ورقة انتخابية ستترك ولا ننسى جيدا أن مالكي قد أصدر عشرات سندات الأرض وتبين أنها تجوير لا وجود لها هذه المشكلة الكبرى تستغل هذه المجامع بتأسيسها لأغراض سياسية ثم يتم ذاتها لأغراض سياسية ثم يتم دعمها لأغراض سياسية هذه المعظم الكبرى سيبقى العراقي هو الخاسر الوحيد شكرا لك حتى ببقاء هذه العشوائيات التي تفتح وضحت الصور أستاذ العلوم السياسية في جماعة النهرين قحطان الخفاجي شكرا جزيلا لك